السلام عليكم معكم علي اهلا وسلم بكم درسنا جديد اذا كنت اول مرة تشاهد القناة لا تنسى الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس وضع لك الفيديو ومشاركة الفيديو بين الاصدقاء ليصلكوا كل جديد نتكلم في هذا الفيديو عن الفرق او الاختلاف باستخدام have و have got has has got نشاهد ما هو الفرق بينهما ونتعلم كيف يشكل سؤال وانفي الجملة بهما اولا يجب ان نعرف have بمعنى يملك have got ايضا بمعنى يملك has يملك has got ايضا يملك اذا من ناحية المعنى نفس المعنى يعني نفس الترجمة لكن هناك اختلاف في تشكيل السؤال والنفي باستخدام have او have got has has got سابع معنات الفيديو لتتعرف كيف استخدم have got have has has got والتفريق بينهما لاحظ هذا الجملة you have a car لديك سيارة you have got a car ايضا لديك سيارة لاحظ الفعل have have got نفس المعنى لكن عندنا have تستخدم اكثر شيء بالانجليزية الامريكية have got بالانجليزية البريطانية لكن من ناحية المعنى ليس هناك فرق لكن ايضا ممكن ببريطانيا يستخدمون have او have got والعكس لديك سيارة لاحظ الفعل نفسه you you a car a car الفرق اذا اردت ان تشكل سؤال لا نستطيع ان يقول have you have you a car بهذا الشكل اذا هذا خطأ اذا كان لدينا have نحتاج الى فعل مساعد do او does مع you نستخدم do اذا نحتاج الى فعل مساعد في بداية الجملة do ماذا يعني فعل مساعد يساعدنا لتشكيل السؤال والنفي do you نضع have do you have a car هل لديك سيارة او هل عندك سيارة دائما do وترجمها بهل او اي فعل مساعد في بداية الجملة ترجمها do you have a car هل لديك سيارة هل عندك سيارة اذا استخدمت do لا صحيح ان يقول كما قلنا have you a car have you a car اذا هذا خطأ عندما اريد ان اجيب yes او بيكون no اذا الاجاب بيس او no دائما اثنان اجابة اقلب اول كلمتين do you have a car هل لديك انت سيارة الاجابة yes i يعني حول you الى i لان انا اسألك هل لديك انت تقول نعم لدي انا yes i do نعم لدي اذا رأيت ان تقول no ايضا تستخدم i do وتحمل عليها not i do not او تقول don't بشكل مختصر no i don't كلا ليس لدي وانهي ب نقطة هذا الشكل اذا اول اختلاف تشكيل السؤال have تحتاج لفعل مساعد do نضعه في بداية الجملة لماذا مساعد ساعدنا تشكيل السؤال الجملة كما هي لاحظ you have a car وضعنا do do you have a car اثناء الاجابة فقط اول كلمتين اقلبهم وايضا ننتبه do you هل انت الاجابة نعم او لا يعني انا بينما you have got a car هنا لا نحتاج do ولا does ولا ايشي مباشرة اضع have في بداية الجملة فقط تصبح الجملة have you got a car علامة الاستفام دائما الجملة الاستفامية او جملة السؤال انهية بعلامة الاستفام have you got a car هل لديك سيارة اذا لا استطعا يقول do you have got a car بشرة حطتها في بداية الجملة اذا مع have got فقط switch يعني اقلب بين اوتهم الثالي اجيابة كما قلنا يا اما بيس او يكون عندنا no have you got a car هل لديك سيارة كما قلنا اجيب انا نعم لدي كما قلنا اول كلمتين اقلبهم لكن you استبدالها ب i و have كما هي have yes i have بهذا الشكل او نقول no i haven't كلا ليس لدي او have not لكن هذه مختصرة دائما نعلم not بدل حرف او اضع ابصرفي بعدين t بهذا الشكل اذا اول فرق بين have and have got اثناء تشكيل السؤال اذا كان لدينا فقط have احتاج استخدم do اذا كان have got لنحتاج do فقط اقلب اول كلمتين في الجملة اثناء الاجابة ايضا اجيب do اذا كان لدينا فداتة الجملة do اجيب do اذا كان لدينا فداتة الجملة have اجيب be have ايضا كما قلنا have got يستخدمونها البريطانيين اكثر have الامريكيين وايضا العكس يستخدمون have او have got الاثنين صحيحة اذا اردت ان انفي هذه الجملة اللحظ have نكتب الجملة you كما هي لا نستطع نقول have not a car يعني you have not a car هذا خطأ ايضا نحتاج do اذا فقط قبل have نضع do ونحمل عليها not نختصرها don't ونكتب have كما هي تصبح you don't have a car يعني انت ليس عندك سيارة ليس لديك سيارة ونترجم don't بلا فقط you don't have a car اذا لنفذ جملة اللي تحوي على have فقط قبل have اضع do وحمل عليها not تصبح don't او تكتبها بشكل كامل do not اذا ردنا ان ننفي have got لا نحتاج do ولا شيء امباشرة بعد have فقط نضع not يعني انت ليس لديك سيارة اذا فقط بعد have وضعت not اذا نضع بعد have not يكون نفيت اجملة يتصبح انت ليس لديك سيارة بهذا الشكل ايضا لدينا الفرق بين has has got كما قلنا has يملك has got ايضا يملك has got يستخدمها بريطانيا اكثر has يستخدمها امريكيا لكن لا يعتبر فرق ايضا البريطانيين يستخدمون has او have لكن لتشكيل السؤال لا نستطيع ان نقول has he a house ماذا الشكل اذا هذا الجملة خاطئة اذا نحتاج الى فعل مساعد اذا كان لدينا has الفعل المساعد معاه نستخدم does نضع does في بداية الجملة does he وحول has الى have ننتبع يتصبح does he have ونكتب a house does he have a house لا نستطيع ان نقول does he has بهذا الشكل خطأ اذا بعد does نستخدم have يعني تشكيل السؤال بهاز نضع في ذات الجملة does الخطأ الاولى ونحول has الى have الخطأ الثانية وننهي الجملة بكويشن مارك بعلامة استفهام اثناء الاجابة كما قلنا اثناء الاجابة كما قلنا نضع yes او no لاحظ does he نقلبهم فقط كما قلنا بالسؤال اول كلمتين yes he does يعني does he have a house هل لديه منزل yes he does نعم لديه no he doesn't كلا ليس لديه اذا تشكيل السؤال نضع does has نحولها الى have وننهي الجملة بعلامة استفهام he has got a house كما قلنا فقط نضع has في بداية الجملة تصبح has he got a house هل لديه منزل فقط وضعنا has في بداية الجملة اثنان اجابة كما قلنا ما تكون yes او يكون عدنا no دائما اول كلمتين اقلبهم has هذا الشكل yes yes he has no he hasn't اثنان انا في الجملة لا نستطع نقول he he hasn't a house اذا هذا خطأ يالا اصلا نباشرة اضع not بعد has اذا نحتاج الى فعل مساعد does he اضع doesn't ايضا has حولها الى have تصبح he doesn't have a house هو ليس لديه منزل he doesn't have a house اذا اول خطوة قبل has وضعت doesn't بمعنى لا وحولت has الى have وتابعت الجملة كما هي بينما be has got فقط اضع بعد has not تصبح he hasn't got a house يعني هو ليس لديه منزل اذا هو ليس لديه منزل اذا بالمقتصر لدينا have و has لتشكيل السؤال نحتاج do و does وننتبه بعد does تتحول has الى have اثناء النفي don't have كل الاحوال نضع don't have لماذا؟ لانه has ايضا تتحول الى have بالنسبة have got have got has got فقط نضع have او has في بداية الجملة اثناء تشكيل السؤال اثناء النفي فقط نضع بعد have not وايضا has not هذا الشكل بهذا الشكل الهين درسنا لهذا اليوم اتمنى قدنا شيء الفائدة اذا عجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك بالقناة ومشاركة الفيديو مع الاصدقاء دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته